وهنا انا عايز اقول له انت لم تاكل الحقيقة. اللي انت قلته ده كان فيه كذب واضح. لانه انت قلت حد طلع في قناة الاهلي قال على جمهور الزمالك انه الرجل اللازي باعه نفسه للشيطان وصفا ليه فاوست جوتا. طيب انت اخدت الكلام لمنطقة الجمهور عشان يبقى مبرر اللي سأل جمهور الاهلي انه ده دفاعا على جمهور الزمالك. هنا ده نعمل التلبيس والتدليس كمان الحقيقة. ان انت لبست حاجة لحاجة ما هيش فيها خالص. لانه اللي حصل اللي تقال هنا في قناة الاهلي يا دكتور علشان تكون عندك القدر الكافي من الامانة. اللي قالوا المهندس عدل القيعي. احدهم. احدهم في قناة الاهلي. هنسمعه لك تاني. وهاتلي كلمة جمهور الزمالك. اللي انت برضو معاك حق تدافع. بس لما يكون حصلت الاساعة. وحجيلك على الفرز الاجتماعي غير الاخلاقي اللي انت استخدمته. بس خليني الاول افكرك وافكر كل المشاهدين. هو المهندس عدل القيعي استخدم فاوست. ازاي المرة اللي فاتت اللي انت لبستها لجمهور الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في برنامجكم مالك وكتابة. لمن يريد ان يفهم المشهد. اسألوا فاوست. ابراهيم. اهلا بك يا باشواندس واهلا بكم يا عزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم. والحلقة خلصمية اتنين وخمسين من برنامجكم مالك وكتابة. حلقة الخميس. حلقة فيها كلام كتير جدا. لكن ايه البداية. عندما كتب جوتا. اه. رائعته الخالدة. اه? فاوست. يس. الرجل الذي باع نفسه للشيطان لتحقيق مقاربه. الشيطان. اه ايه. وكانها يقرأ المشهد الحدي. بس فانا كده جاتلي على بالي وانا عمالة فاضكر. مش بقول لكم. اه. جاي نوع على حاجة كبيرة اول. ده اللي جاء على بالي. ده كلام المهانس عادله. فاوست والرجل الذي باع نفسه للشيطان. وقال لك اللي يتأمل المشهد الرياضي يتذكر كده. قصدا شخصا بعينه. قصدا المشهد بعينه. فين جمهور الزمالك في الموضوع? فين لفظه جمهور الزمالك اللي انت وديت له الموضوع علشان تستخدم هذا الفارز الاجتماعي غير الاخلاقي.